وكان فنان ومداخدغ الدنيا وقع شريته من وانا صغير بس معا ووطف بس اه ما علينا الشنطة فقرة الشنطة بقول لها من شوية بتقول لها انا جايب لك شنطة معارفش ازا كانت جهان بتهزر ولا لا بس دي الشنطة بتاعتي الشنطة دي فيها ايه المرة دي الشنطة المرة دي فيها جوانتي جوانتي مش عارف مش عارف جوانتي جايب انهولي المرة دي اسلام جايبه شكله غريب شوية كده بس ماشي الجوانتي ده جوانتي اهو تمام مش عارف تزوعي مش داخل فيه ايه حكاية الجوانتي الوطارة هو الجوانتي لو عامل كده شكله باين قوي في الكاميرا دي كده اه شكله باين شكله باين اه وايه موضوع الجوانتي ده الجوانتي ده بقى موضة مش في الايدي انما الدنيا بتبقى كده لا لا ده بدقوا يعمله بشكل تاني غريب قوي بدق يستخدموه الديزاينرز كده اللي بيعملوا الملابس انه يبقى ملطوع وروني كده ايه اللي بيحصل ايه دعوة التحرش دي دي دعوة التحرش مش قفية على فكرة ده مش قفية وبعدين لما قلدت قلدت واحدة من مدة تانية كانت لابسة طاقم زي دا وتحبست شكيرة اسمك بقالك وقت وحكايات ايه اللي في فيك يا دينا تبقى عاملة البطشة دي على ايه دا واحد يقول لي انت عامل فوتوشوب طاقم دا ليه برضو هي الصورة طلقتت ولكن شكل الفيديو القديم الفيديو القديم هي قلدت شكيرة دي يعني حتى دينا قديمة واسمه ما قلدت الفيه قلدت شكيرة وشكيرة في الاغنية دي اتحبست مبدئيا فراح ادينا عاملة ايه كفاية دا قدامه وورا يعني حطت النمر قدامه النمر وورا لكن دينا ايه فكرة ديك تعملي كده يعني ولو حد عرب منك تزعلي وانت في شغلك يعني لو حد اتحرش بيكي بنفس شكل جوانتي هتزعلي ولا لا موضوع يعني انا استغربته بصراحة مش لقيله مبرر منه ليه نطلع فاصل فاصل اللي معنا دلوقتي خاص باغنية وطنية معمولة في الاحداث اللي احنا فيها مش اتكلم عشان الصمت الانتخابي ولكن فيها محبة لآآ الرئيس عبدالفتاح السيسي كنا موجودين معاهم في الاستوديو الاحجازي متقال وفريق عاملة